لعلك استمعت إلى هذه المناشدات والتحذيرات للأطباء في مستشفى كمال عدوان بخصوص الأطفال الخدج وأوضاعهم الصحية في قطاع غزة هذه المناشدات والتحذيرات يجب أن توجه لمن؟ يجب أن يستجيب لها من؟ شكرا لكم على الاستضافة الحقيقة هذه المناشدات يجب أن توجه للحكومات للمجتمع الدولي الذي يجب أن يمارس ضغوط على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي تنص على إدخال المساعدات الإنسانية فعرقلت المساعدات، عرقلت إدخال الوقود استهداف المستشفيات هو أيضا جزء من استهداف المدنيين استهداف التجويع، استخدام التجويع كوسيلة حرب استخدام الوقود كوسيلة حرب من خلال منع إدخالي للمستشفيات والعمليات الإنسانية والعمليات الغذائية ولمحطات تحليات المياه بالتالي هذه مرة أخرى تدلل على فشل المجتمع الدولي في التوصل لوقف إطلاق نار وممارسة الضغوط وأخذ الإجراءات والخطوات لتنفيذ القانون الدولي الإنساني سواء من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو من خلال تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية عندما تكون هناك دولة مثل إسرائيل لا تلتزم ربما حتى لا تعترف بالقانون الدولي عندما يكون ضدها وتقوم بممارسة حرب إبادة جماعية وتجويع وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والنساء ماذا على المجتمع الدولي أن يفعل بالضبط تجاه إسرائيل؟ يجب على المجتمع الدولي أن يترجم أقواله إلى أفعال يجب أن يكون هناك ممارسة ضغوط استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا التعنط لمواجهة هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يجب أن يأخذ تحركات يأخذ خطوات تساعد على إجراء بعض التغييرات إجراء بعض الإجراءات أو حتى التخفيف من حدة هذه الأزمة ولكن المجتمع الدولي الحكومات الفاعلة التي لها تأثيرات على إسرائيل لا تمارس ضغوط حقيقية لا تترجم أقوالها إلى أفعال كل ما يصدر عنها هي سوى أقوال سوى بيانات لا تغني ولا تسمن من جوع لا يستطيع المواطن في قطاع غزة أو الإنسان في قطاع غزة أن يلمس أثرها على الأرض وبالتالي مرة أخرى نؤكد أن الحل في قطاع غزة لا يكمل من خلال الحل الإنساني يجب أن يكون هناك حل سياسي يتمثل في وقف إطلاق النار إدخال المساعدات ضمان وجود مورات آمنة في المساعدات الإنسانية المنظمات المدنية أو غير الحكومية مثل أكشن أيد وغيرها ما يمكن أن تفعل في هذا الهامش الضيق من العمل؟ يعني مؤسسة أكشن أيد منذ اليوم الأول للحرب نحاول بكل ما أتينا من مصادر وموارد وإمكانيات إدخال بعض المساعدات إدخال بعض المواد من خلال الشركاء المحليين ولكن نحن أيضا مكبلين بالإجراءات وعرقلة المساعدات وعرقلة العمل الإنساني في قطاع غزة فعلى سبيل المثال لدينا ما يزيد على 19 شاحنة إنسانية تتكدس في معبر تتكدس في العريش وتتكدس في الكاهرة تنتظر إذن لدخولها من خلال معبر كريم أبو سالم هناك عرقلة واضحة للمؤسسات عرقلة واضحة للعمل الإنساني محدودية جدا للمواد والمستلزمات الطبية والوقود الذي يدخل إلى قطاع غزة قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1500 شاحنة إنسانية للإفاء بالإحتياجات المنتزيدة للسكان ما يدخل أقل للقليل يدخل أقل من 100 شاحنة يوميا أو حتى 80 بالمعدل منذ العملية البرية على رفح وبالتالي هذه ولا تدخل جميع المستلزمات الإنسانية التي يحتاجها السكان إضافة إلى أن كمية الوقود التي تدخل تدخل أقل من 19% أو حتى في الأيام الأخيرة لا كان هناك مية قليلة تدخل يعني ما يدخل قطاع غزة في آخر إحصائية كانت 103 ألف لتر من الوقود في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة 500 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل المستشفيات لتشغيل المخابس هناك ليس فقط مستشفى كمان عدوان نحن شركاء مع مستشفى العودة أيضا في شمال غزة أيضا لدي أطلق تحذير وإندرات بتوقف خدماته عن العمل بسبب نقص الوقود هناك مخابس حتى لا تعمل وبالتالي بسبب نقص الوقود الوقود أيضا أصبح لا يقل أهمية عن الماء والغذاء في قطاع غزة الوقود ضروري لمحطة تحليل المساعدة طيب سيد ريهم شددتي على ضرورة أن تتخذ الحكومات مواقف ضاغطة على إسرائيل وأن تتخذ إجراءات من أجل وقف ما يجري من انتهاكات وحتى تجويع وعدم ادخال المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة ما تقييمك أنت شخصيا لما اتخذتها على سبيل المثال السلطات الأردنية في هذا المجال يعني نحن كمؤسسة إنسانية نرحب بأي إجراءات تقوم بها الحكومات أو المؤسسات لإدخال المساعدات ونرحب بأي شكل من المساعدات ولكن نؤكد بشكل قاطع كمؤسسة دولية أن المعابر البرية موجودة وليست هي بديلة عن المعابر الأخرى فالمعابر البرية هي الأكثر نجاعة والأكثر نجاحة في إيصال أكثر قدر من المساعدات وكل إجراء تتخذه الحكومات لإدخال المساعدات هو إجراء مرحب به ولكن نريد تكاتف توحيد للجهود من جميع الحكومات لممارسة الضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية لإدخال أكبر قدر من المساعدات من عمان ريهام جعفري مسؤولة الاتصال والمناصرة في منظمة أكشن أيد فلسطين ترجمة نانسي قنقر